السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم يا خليل غيمينج وسلسلة سيتي سكايلين هاي الحين كم وصلنا؟ يا حلق والله ما قمت احفظت صراحة يا جماعة الخير لكن شكل الموضوع مطول شوينا منطقة بترولية لكن مش امنية بالامية وابا انشئ مصنع السيارات ومصنع السيارات رح ياخذ مساحة ضخمة شوفو كتاسا قايس عليه ومصنع السيارات بيحتاج شوية خدمات ولو غير السيارات باسوي مصنع حق البيوت لكن هذه الشغلتين رح يحتاجون محطة خطارة وابا انشئ مكان الى محطة خطارة محطة الخطار لازم تكون منفردة في مكانها يعني ما راح اسمح اول شي في الا بشارع ذو اتجاه واحد بس انشار له شي واحد شو لحظة بخبركم الحين باسوي مكان ضخم شوي لحق محطة الخطارات وما بيكون ذو اتجاه واحد هذا اول شي اهني ما ادري في المشروع المستخبري شو بيكون فوق لكن حاليا يمكن اهني باعد كامير صناعات ثانية لكن حاليا حاليا من الشكل الشارع بيض من الشكل ان اقولكم الشارع بيض نزين يا جماعة الخيرة اه محطة الباصات هاي لازم تكون تستوعب واعفوا نح محطة الخطارات خلنا اول شي نسوي الشارع السيدة نبا 90 درجة بالطريقة هاي ما بتكون محطة الخطارات عادية هاي مفروض نظريا ومش نظريا على اللي في مخي الشارع لا يضبط يعني انها محطة الخطارات شو تكون ضخمة و ايه دا تعددت الجاهات نزين هذا رقم واحد رقم الثنين ابا شارع ثاني يرجع محطة الخطارات بيرجع من وراها شارع ثاني اوكي الحين ابا محطة الخطارات نفسها محطة الخطارات نفسها بتكون على الجانب الايمن من المكان هذا شوفوا شوفونا وابا نفس المحطة هاي تمر على عفوا محطة اه مش محطة لايلا هالله شا سمع يا جماعة السفن اللي هي هذي بمينة بالكارغو هب المينة بالكارغو هب ما راح يركب بشكل هني جميل وايد بس ابقى اسوي شارع دائري يعني شوي في في تعقيد شوي في التصميم هذا زين بس هني جمالية ستي سكايلين زين نقدر نسوي هاي سورف زين يعني شو بسوي خلنا النيب تول الارض هني ركزوه معاي لانه هني راح نحن نعيد تشكيل الاراضي في العادة في ستي سكايلين في ناس صراح تطالب انه يعني هالجزء نلغي من ال من ال هاذا نتخلصه في المونتاج بس انا احس حرام شخصيا احس حرام نزين نسويه بالطريقة هاي خلنا نخفيه بالطريقة هاي واني بطريقة هذي هني بينزل الشارع اوكي هني بيرد يطلع الشارع الثاني يعني بننزل الشارع على عمل انه ينزل بطريقة صحيحة نزين نفس اللي انا في مخيه بيب من هني صبر عفوا هني لين نهني تقري لا طريقة هذي جسر ما بجسر انا ما بيستوي يتحول الوضع الى جسر سوف ايوه الطريقة هاي اوكي هذا الدخول الخروج الخروج راح يكون الطريقة هذي الطريقة يبتعد عن منو يبتعد عن محطة الخطرات اللي بس اذهب صراحة الطريقة هاي هذا الخروج هالخروج وايد انحراف عالي الشاحنات يمكن ما تقدر تاخذ هال انحراف العالم الواقعي فشو بنسوي بنحوله الى نزل شوي متجانسة اكثر يمكن نرفع حبتين من هني اعساس ان الشاحنات تقدر تحظى بالدفع الكافي هني نقطة نزول فما بتعب عبري وهذا راح يكون اساس المينة هني فبس قبل خلنا ننيب الحاجز السحري اللي نحن نستعمله حق المواني هذا الستاندرد مالي تقريبا في صنع المواني والمفضل مالي صراحة وجميل جميل جدا حتى لو مايل شوي انا اشوف الشارع مايل ممكن وصله بالطريقة هاي او ممكن اكثرها لانه غير متنجانس ابدا نزيل و بنني بالحاجز السحري بعد من وين من هني لين هني ومن هني لين هني الاعتبار انه فوق راح يكون في مصنع منه مصنع سيارات طبعا هنا بنحدد النقاط اللي فوق طبعا هذا كله الحين يعتبر من مصنع البشر خلنا نشوف من نقطة العلية ايوه نقدر نقبضها اكشفت كلك شفت كلك كلك ثم نتحرك بعدين ثم ضغطين على الشفت ونسوي كلك بعدين كلك كنترول اتش كلك هني يصار نفس الارتفاع عفوا لكن انت الحين انا ما تلزمني كشكل انت يصار تخرب للشكل اني عند اه سوري عند الشجر نشل الشير اللي هني واني عند هذا ونحاول نسوي بالطريقة تشوفو بالطريقة اي هذي ممكن بسبب الحاجز بس عادي اما من تحت بنسوي نفس الشي بالطريقة هاي باساس انه ما يكون عندنا اوكي هذا بنخلي نفس ما هو لننطلعه وهذا بخلي نفس ما هو لنننزله وبالطريقة هاي يستوي عندنا الشارع المؤدي للمينة هنزين المينة نفسه المينة نفسه رح نحطيه بالطريقة هذي شوفو هنزين الحين عندنا التول هذا اندكي هتروحون على الشوارع هنزين وتدقون عليه نعمة الاستفهام اباقريد تدقون اباقريد بعدين تدقون على الشارع النفسه كلك كلك على الشارع ايه تضغطون على الشارع اللي تابعونا بعدين تدقون شارع و اباقريد تزيدون شو الشارع مالكم او نعكس التجاهة بالطريقة هذي والحين عادي نختار التول مالنا ونسوي الشارع الشارع رح يكون شوي طويل هنزين خلنا نكسر الشارع طبعا الشارع اصلا من البداية كان ابتدائي يعني مبدئي عفوا مش ابتدائي على اساس نقدر نعرف مسارنا و مسار السفينة هذه هنزين خلنا نحطي ماي للمكان هذا المكان هذا اساسا راح يكون مينة يعني ما بيكون وايد خدمات لكن في نفس الوقت نبوه يكون شو مرتب على الحين خلو المينة شغال مش شغال هاي مشكلته من مشكلتي نزين نبا كهربا بس نحطي نقاط كهربا جانبية نقدر نحطه هني ان شاء الله ما وصل للأسف نقدر نحطي من برا احني نوصل شارع فوقه ما بي ننزين الحين هني صار عندنا مينة بس مينة هني عندنا جزء نازل طي يم تبنون يم تسوون اشياء ترا هذي يعني كان سيدة نحن بنينها على اساس ان شو اذا كلك كنترول اتش بس يما تحطون اشياء اوقات تخترب شوي ميزانية بعض الامور هذي فيه نقاط تطلع لي نقاط وصل كنترول اتش كالعادة هاذا ليش مرتفع هاذا الغلط ما كان فيه كنترول اتش ندق على هاذا كنترول اتش ندق على هاذا كوي نازل خلنا نسوي سيدة هاذا بعد خلنا نسوي ها اوكي انا ما سويت من البداية عفوا انا اعتذر منكم مزين الحين هاذا هاذا عليه كلك كنترول اتش هاذا ننزل للشارع بيستوكل شي سيدة اوكي والطريقة هاي صار عندنا مينة المينة هاذا راح ايه من شارع داخلي يعني الناس اللي تبتي المينة بتي من شارع القطار بس خطير جدا الاستراتيجية خطيرة اوكي فخلنا نسوي الشارع اللي بييه للمينة لا والله احس والله احس استراتيجية خطيرة بس استاهل اني اجربها صراحة خلنا نسوي شارع جانبي حق الشاحنات بكسرها شوي بس من البداية وبحاول اوصلها شكل متناغم ايوه وستوى عندنا شارع للشاحنات بس شوي هذا يبقى الى ميلان الطريقة هاي عساس يناسب المكان اللي هو فيه ممتاز الحين استوى عندنا شارع ينزل لين مين لين تحت يمكن نحتاج نرفع شوي وصلات شوي اماكن انتو عادة استعملوا بداعكم في الموضوع اظنى بالطريقة هاي يكفي ومش بسهولة اصلا توازنوا الشارع اصلا مش شي سهل ينزل شوي لان الاسلوب ولا نزل السيدة مش بسهولة الحين هذي منطقة المينة ما عندنا طبعا ما يوصلها حاليا خدمات القمامة ما عندها خدمات اشياء بنحطي خدمات في المنطقة لان في اشياء ثانية راح تروح للتصدير من داخل بس اللي انا اتمنى انه هني ما تستوي الخبصة عندنا خبصة كبيرة جدا على عمل انزل الحين خط القطار شوفوا هالاشياء قاعد اسويها انا قبل اسوي شو المشروع اصلا كامل نزيل خط القطار خط رايح نزيل نزيل ابا داخلي يعني فوق الشارع احبه ابا اشياء الله يضبط ايوه ايوه تقريبا نفس اللي ابا بس مش بالضبط ايوه قريب بس قريب قريب من اللي ابا ام اوكي شويه هو مخبص بس مخبص بس صبر ما في شي ما يحل منه الموف التول طبار هذي نرفعها فوق طريقة هذي النيبة طريقين ميلة رحفها نرفعها فوق فوق مايستوي بس مندخلها داخل النقطة هاي لانه يسوي لنا عزمة عالمية هني النيبة الخطار من هني راح بعدنا نسحبها شوي من عند الشارع بس هاي النقطة انا مش عيبت اني هاي النقطة لازم ما تكون وصولوا بالطريقة هاي صبر انا ابا يمر من عند الشارع بس مش بالطريقة هاي صبر هذا معناه بكسر هاي النقطة بكسر هاي النقطة صبر وابا البروش هذا صغر مساحته خوي خوي اعرض المكان شوي اعرض المكان بابر بابر ايوه هني بهذا كنترول اتش على خل من ارتفاع هذا نعدل استكع شوفوا شوفوا كيف بتيه ها كلا 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 بيروح في نهاية النهاية راح يأثر على الشكل بشكل ما تتخيلونه زين الحين شوي بس شوي نحاول لزقه انا اخذ الامكان ايوه ايوه بالطريقة هاي جنب الشارع مرة جنب الشارع اباه جنب الشارع انا بس لين يطلع الليبل بعدين شوي بخلي شو يروح بيد عن الشارع اوكي ايوه الحين يوم بيركب الليبل بس شو اللي بسوي فبعده من هني زين وبنبدأ حاجز صغير يمكن ما يحتاج حاجز صراحة اظن من الافضل ما يكون في حاجز بس من الافضل ان هذا احركة وين احاط الموس بطريقة غريبة انا عندي بطريقة هادي الحين طار عنه ايوه اهني بحاول اني اقرب شوي بحاول اني اقربه اني يكون يمشي مع تماير الشارع مش مش لازم يبنمي نفس الشي بس ماشي نوعا ما مع الشارع لين نزل تحت اهني بس هذي 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 النقطة نسحبها ورا نفس هاي هذا معناه هذي وهذي نقلب نفس الارتفاع اذا اسحبنا هاي معناه ايوه طريقة هاي نايس نايس وشوفوا المني اجسمنتس هذا مرات يخلي الشارع ينزل بطريقة حلوة بس ايوه ضبط نايس انا شوف ضبط ضبط تقريبا ضبط هذي الشغلات الصغيرة اللي ما تحصرونها ولا ما تشوفونها فعليا في معظم سيريز اليوتيوب لان ما حد يحطيهم كل حد يسويها منتاج ومرات هاي مميزة ان ما نسوي منتاج فعليا اوكي نايس انا الصراحة مش تانس على المكان هذا كهربة المحطة هاي لازم كهربة طبعا كهربة حبة حبتين الحين بنيب لخط خارجي طبعا نحن عنا خطوط ونحن نعرف الشي مش هني عفوني هني بنيب من جانب الجسر من زين الى داخل منو دوار من داخل الدوار بناخذ خط نفسه هناك بجانب منو بجانب المدينة لين انا ااسف لكن انت لازم مجبورك استرك زين الحين هذا بياخذ لا بياخذ بالجانب خلاص هذا بالجانب لين ينزل فبيكون مرتفع على اساسا في المستقبل اذا حبيت تحط شي هنزيل هذا بيركب وين هذا بيمين درικت لين هاني اوهووووو الحين هاني الكلام هنزل والحين الشارع الثاني اللي هو اتجاه واحد شوفوه اتجاه واحد هاني بغلط عفكر اا باندم خلوا تجاهين لان الشارع ضخم سوفي بس في احتمال بعده هذا يسوي شا اسمه ترى يسوي لي مشاكل مشاكل زحمة مش ما مش انه ما بيسوي لي في احتمال مشاكل زحمة خطارة على الاغلب راح يستوي مش احتمال الاحين صار عندنا خطار يغذي المنطقة يعني هذا الخطار من الاماكن اللي وايد مهمه حاليا عطي واحد هني من باب تكميل الدايرة اصلنا اوكي معناه صار عندنا محطة قطار ومحطة مواني يخدمها قطار الحين ترى هذا الشي قعد ياخذ وقت يعني نحن ربع ساعة اساسا نضبط هذه المنطقة بس تشوفوا كيف شكلها الماي 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 قديت كل مكان وبنيت المكان لي ما في ماي نزين بسم الله هذا ماي نزين قطار الشحن هذا وهذه مدوا على الشارع واحد انا فعليا بعرف بعرف انا شو طب اسوي في المكان اكثر اهني بعد ما نسوي مصنع السيارات فبنزلنا الشارع اتجاه واحد طبع هني مربع بخلي عفون نزين بهذا الاتجاه بخلي هذا فاضي نزين وبنزل واحد بهذا الاتجاه وهذا راح احاوله دوار ثاني بس لازم افضي المنطقة هذي وهذا راح احاوله الى دوار اخذنا صغر الدوار بالطريقة هذي طبعا كالعادة لازم التول مان كنترول ش عفون على الاشاير كنترول شفت كلك يرتب الدوار وبدأت زحمة الغطار شوفوا بدأت زحمة بدأت الناس تعب باخطارات وناس تعمل زين اتصور فكرة جيدة ان ايسوي هذا شو الطريقة هاي الحين اللي يبا منهني اغراض بيودي القطار بيودي بالطريقة هاي بس يقدرون يروحون نمصنع السيارات على طول حين مصنع السيارات نفسها مصنع السيارات ترى يعني شي ضخم نزيل نتكلم عن مصنع السيارات شو محتاج محتاج منتجات حيوانية محتاج بلاستيك محتاج زجاج محتاج حديد يالله هذا معناه لازم نحطي اربع انواع مختلفة من المخازن في المنطقة تغذي مصنع السيارات مصنع السيارات ما راح يكون مكان شو سيء او تلوثي طبعا احنا نستسوي عند المصنع النووي ففي فرق شوي فلسكوب نزيل خلنا نحطي مصنع السيارات فهذه الطريقة نزيل مخازن محتاج كمية مخازن يا أستخائي نزيل مخزن مخزنين ثلاثة يكون في شارع طريقة هاي يمد المخازن بسيدة في شارع طريقة عيب التصميم عيب الأساسي ان كل حد يحتاج مسافة ضخمة قبل يمد مصنع بسياراته بأي قطعة فبالتالي نبهى النيب لان الحين القطار ايون دايركت حلو بس السفينة ما تقدر تتي دايركت فشو بسوي فانا صنع شارع خلفي وين بيكون في خدمات أخرى خلنا نشوف شارع التجاهين الشوارع الخلفية شارع بالطريقة خلنا نسوي شارع سيدة عشان ما تخربط زين هاي تسعين درجة شفو يمدقون كنترول عندكم المود ما البرسيجن تول ياس يحولها الى تسعين درجة غصب فاسوي شي بالطريقة هاي طيب نقطة من هنا بخلي مساحة شوي فاضعة عاو اخلي تسعين درجة تسعين درجة من تحت وشني كيف درجة كنترول شوي ما يل بيكون بس مش شي ما نقدر نتعايش معه ندخله في شارع الثاني اللي هو هذا خلنا نسحب منه شوي برع تسعين هالشارع راح يكون تجاه واحد باقي شو ورع بالطريقة هاي والحين شوي لازم مو بالطول عفوا مو بالطول بالطريقة هذي مر على طول وراء مصنع السيارات شوفوا الحين بالطريقة هذي نحن شوينا أساس مصنع السيارات نزيل على أساس نوفر المسافات وهي الأمور خلنا نشوف هذا من هذا نسوي نزيل على أساس نوفر بعض المسافات للناس يعني نبقى تخزين الحين هذا بيطلب قطع القطع بيبول إياه دايركت من منو المواني نحن لا ما نبقى شي نحن نبقى ندخل على المخازن نزيل ونختار مخازن يعني مخزن إذا يستوي أربعة من الميديم أنا بعتبره فعلا يوم طيب نزيل يوم مين ثلاثة أربعة نايس ركب أربعة بص بس الأخير شوي حبي يعني لزكتة بس سفوين نزيل المصنع على أول شغل نحن يحتاج بنحتاج كلاس زجاج بنحتاج منتجات حيوانية اللي هي الجلود بيبون حقهم هني وبنحتاج بلاستيكس وبنحتاج حديد شوفوا الحين هاي المخازن بتمد السيارات والي بتمد مصنع السيارات بشكل مباشر بشو بهذا بس أظني لازم يكون بالعكس الشارع أيون يعبون أيون يشلون يروحون لأن بطريقة هاي بالعكسيون الشي ما داني صراحة خلنا نشوف إذا سو ما ظني لنا مصنع واحد يمكن ما يسوي الزحمة خلنا نشوف الوضع كيف أوكي بالنسبة للجوانب مالا هاي المخازن مخازن ما في أيداع يكون غير شو أرضية منتية على أساس يكون من المنطق يتواجدهم عن بعض هنزين في وايد ناس أعرف من الأعلانين من زمان على الموضوع أنا مش طايع أخلي الموضوع في حاله خلنا أخلي بها اللي تجاه خلنا هني اسمنت وباقي مش اسمنت خبه من داخل يكون لا ترابلة أحسب ما يتخل غبار عليهم منزين الحين هاي البدو يعبون مدى الزحمة اللي بتستويهني الله هو أعلم منزين الشارع الآخر اللي هو هذا هذا ممكن يروح ممكن يرجع ليش إنها مصنع صغير بيكون ما سوي مصنع أغذية شوفوا رصة المصانع هاي مش طبيعية ثانين مع بعض مصنع شو عفوا صناع الأشياء المنزلية واحد على سوي اتجاه واحد بعد دائري يوصل لهم شي هاي هاي مشكلة ثانية تراح فكرة ها مشكلة مصيبة ثانية نزين هذا معناه يا أصدقائي ما صنع الأكل يحتاج مواد بترولية بس هذا الفرق نزين بنحط طيلة مخزن مواد بترولية مخازن مخازن الطريقة هذي نبا مخازن مخزن واحد يمكن بس مم صبر خلنا طريقة هذي أوكوا بالضبط معنا المخزن هذا رحي من الدوار خلنا نبني له غصب وهذا اللي ورا الشارع خلنا هدمه اوكي الحين ها بياخذ المنتجات الحيوانية وبينزلها عند منه عند مصنع السيارات مصنع الأغذية مصنع أفون يا أخي مواد المنزلية يا أخي نزيل الحين بروح على السياج اللي موجود بارك فنس أقل حدا يختعل سويلها مكان بارعا حقيقة زين مش حديقة نشير شوي نزيل وني بشير نخي أخذ هذا طريقة هذي أعساس ما حدي يبطل للمكان بس الموظفين ممكن نسي في باركنات صدقون يعني ممكن نييب من هني قط صغيرون باركن باركنين غير هذي ان شاء الله يكون قاسزين واحد واحد واقف حق اهل المصانع ما في باركنات واني بشير نفس اموالنا اعطي على كيلة الشو باركنات وعندها باركنات عالمية شوفوا شوفت باركنات عالمية عندهم باركنات بس اعطي افسح الطريق اساس انه ما يبهد العالم انزيل انت الحين ليش محد يبلك مادري زعلاني منه ما احد قاعد يبلري او انا ما اخترت قلنا شنو بقى مواد بتروليوم بتروليوم اوكي انا ما اخترت ما اخترت انا غلطان وصار عنا هني مساحة شوي نوعا ما عالمية بس هني تعال هذا الفراغ مضايق اه اياتي صبر الحين اوكي ممتاز جدا 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 هاي والله فيهم بيبون حق المصانع شغال هلا نشغل عمية بالمية ما حد جاب لها قلاس ها قلاس هنا موجود ليش ما في الشاحنة تطلع تعطيه هم ترا هذا الحين اللي مدني ولا الشاحنة قاعد تطلع تبه تعطيه يعني حتى زجاج بتاعه بعمرها بالاسف يعني نوعا ما هشي يرفع الضغط هنزين هني شي يبقى يبقى بلاستيك بلاستيك موجود هني بيبولة وهني في بيتروليوم بيتروليوم عنا وايد موترة المنطقة اه ما ادري اسوي فيها شي ولا ما اسوي ما يحتاج حس حس ما يحتاج فعليا هنزين نقاط الخروج نقاط الخروج بنخليها اكثر من نقطة لانه بيستويز احمالنا نقطة الخروج ونسوي نقطة لا خروج هني ولا دخول ما بسوي خلها بالطريقة هاي وقاعد ينتج والله اذا ينتج خلي 150 في الامية خلنا شو الشعار اللي هني اه جوبي والله حسبت شعار تسمع مكتوب جيوبلي هذه يمكن نحن عندنا مشكلة في تصنيع الزجاج بس اذا هاد عنده مفروض لك عنده يعني أهلي الزحمة أهلي الزحمة فالة الزحمة aquí طلع ما بلعب فيها صراحة اهني طلع شوي بسوية وبيب لي الشارع والتجاهين انا نزلت كنتينرات قبل فترة ما يحتاج حتى هذا باكتب كنتينر كنتينر في محطة كنتينر بس عودة يعني والها مكان ودنيا ما تركبين مكان شوفوا لازم شارع لها بروحها والله مش غلط بس ما حسن فايدة لكن هاي هاي زينة انا اقدر سيب منها خطوط الطريقة هاي اسوي كنتينر زي هني طريقة هاي وبيب ليش اطرع عقل كنتينر بنحطي شارع الكنتينر تبينتويلهم اهني كوبي والله كوبي تعبوان جدا فراحة اذا ارجع الكنتينر نفسه افضل اصيب خطوط انه اذا سيبوا كوبي غلط تم يتحطين فوق بعض بيقلت وايد وما فيه الصراحة بالطريقة هاي ما عندي وايد بشنات صراحة كنتينر عسبيني حطي ما نزلت له بشنات الضخمة اللي ممكن ننزلها لكن بالحين شكليا ممتاز جدا يا سلام ما شاء الله هذا شغال بس ما لا ما قاعد وصل لا ولا كيف ما لزل ولا ممكن نعطي شيء تعزيزي هذا يعني في نهاية اليوم هني ترا هذا مجرد حطة وحدة صحيح مفرض ما استهين فيها لنهم حطة وحدة ممكن تستوي زحمة بس بس بنحطي لها لحي الطريق وبنشل هاي خالص هاي بغيت تطلع خلي يطلع خلص ممكن نضيف عليها شوية وزلك شوية مع الوقت شوية أماكن لازم نرجع لها أصلا في الخرائط لازم زين هم من أول ويديدة وهكا اللي يبال شغال يعني مش بالبساطة زين هذا عنده بترول بترول مستف عندك بلاستيك عندك كل شي من زين كل شي موجود هذي بعد كل شي عنده بس بس بتي لين عندنا من بيون بيبولة كل شي عادي بس بس ما قاعد يشتغل تصدير أنا مش فهم ليش ما أقدر أشوف سيارات اللي صنعون ها بس حطي لمجموعة سيارات هني صح ما قاعد أشوف الفايدة موت بس تنكس شوف هين غني عادي بيشتغل عادي يعني آه في هني بك أشوف رابدني لازم ننتبه لها السور أظني عادي بيكون أظني ها شو عنده رايح اني هذا العجيب ان قاعد يصنع السيارة معنا مو عند آه الحين عند أوك يعني هو بعد قاعد يصنع بس يبول يعني أوو 4000 يحول هل يصنع عشر الف والله نايس 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 نزين المنطقة الثانية اللي أباها الحين هني آه منطقة عادية هي مش مش بس أبا تكون عند من هني ناخذ مساحة صبر خلنا يقيس له اني بس يوم رب بعض أبما انتخذ تخزين بترولية زرا من زين ما اخذ اتخذ بترول الكبير اوك اطي اي بالطريقة عفوين لكن محتاج لتجاهين مش مفروض تكون زحمة لي على هذا اوك كل الثنين شوي حق شو حق المخازن اوك ومش كلهم نفس القياس لفكرة شوي على هذا الشي نزين هذا معناه اقدر احطي تناكي هنا واقدر احطي تناكي ما اقدر ادبلهم هنا هذا تقريبا بالضبط القياسة بس ما بقعد يعني عبر الراسي ويد بس هاي ثلاثة بس هذا لازم اغير مكانه ما ينفع يكون الجهة الخارجية خل هني طغ الارضية شفو ما ينفع لانا بيب العيد بس هاي لأكيد لازم نسوي ناخذ العلامات ونقول حق يا شارع انت تراك شارع رئيسي انت دوار انت دوار شفت انزين هذا راح يعطينا مساحة خزينة زيادة البترول قريب عن من عن هاي وفي نفس الوقت نبق وحدة بس مشكلة ما بقى احطي وحدة وات وها قاق بترول يوم عندي يعني ممكن احطي بلاستيكس يمكن بس عندي انتاج وائد اشياء انا مش شغلة ولا شغلتين الحين اللي محتاج ازيد هي للبيوت الحين لازم يسوي طفرة شوي سكان ياس البضائف تكفي مم ما دري خلن نشوف الجامعة شو خبرها انها كل بضائف حق متعلمين ليش يو عرس التلوز وان كامبس ربتيش ادى عنده فو دس اكاديم كير او انا لفلت بس الطلاب نزلوا ليش عدد الطلاب عندي نزل شو السالفة ولا بخسر ناس ولا ولا هذا وضع خطير جدا هذا يمكن يوم خسرت السكان هناك تهرفونا الخسارة نزيل ما مشكلة عادي بنعوض نحن بس خلنا نعطيهم بروتوكت زيادة تم عطيهم بروتوكت لين بوصل 5 اخ 48 م هذا ما عليكم بنحله ان شاء الله فيديو القادم ان شاء الله اهم شي انتو هذا سنع السيارات ورح يشتغل معكم نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتغل معكم اشتغل معكم اشتغل معكم